يفضل عندي مجموعة الايكونز اللي انا هبتدي اشتغل عليها خلينا مثلا نبتدي نبتكر شوية ايكونز التسجيل في الموقع الالكتروني فواضح جدا ان احنا عايزين نرسم شكل او ايكونة للويب سايت فبكل بساطة هجيب اداة الريكتانجل تول وهبتدي ارسم مثلا مستطيل وهرسم فوقي مستطيل وخليني اصغره كده وهاجي عند النقطتين اللي فوق وخليني اعمل لهم تدوير وهينا نجيب من هنا ونسحبها خليني بس ادخلها هنا علشان تكون موجودة معي على طول وهقول له خليها بالابيض طيب خلي بالابيض وخلي مسلا الهيدر اللي فوق يكون باللون الاخضر وممكن اجي عند الهيدر ابتدي ارسم مسلا اه نقطتين بالشكل ده الاول بصراحة انا عايز اخد دول اكس وفي قائمة خليني اعمل علشان اقفل كل الباقية وهقول له كوماند اف طيب وهاجي هنا هعمل المساحة بتاعة الهايبر لينك بالشكل ده ما اخدش الجزء التاني معها فهاخدها بالشكل ده ده ما كان الهايبر لينك وممكن اجيب هنا دابليو 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 واديها مسلا اللون الموف اللون الموف بالشكل ده وممكن نعمل علامة صح خليني ارسم مستطيل كده وياخد اللون ده ومستطيل تاني كده واعمل لهم هما الاتنين مع بعض ومرج هبتدي اعمل لهم تدوير وكيرف بس كده بسيط لع خلينا نعمله كيرف كبير مش مشكلة واخدها احطها مسلا هنا وممكن اعملها في دايرة وانزلها وراء وتكون كده طيب اه مسلا دي اول ايكون بالشكل ده طيب الايكون التانية اه استلام رسالة اس ام اس فخلينا مسلا نرسم اه تليفون يكون كده وهاخد منه نسخة خليني اخلي بتاعته مسلا كده وهروح على قائمة اوبجيكت وباث وافسيت باث وهكبر مسلا يكون مينس زيرو بوينت خلينا نقول اه خمسة طيب واقول له اوكي وهحدد الاتنين مع بعض وهعمل له كيرف بسيط واخلي ده لون اخدر وده اخدر غامق ممكن اخلي ده ابيض بصراحة واجي مسلا اه اعمل شكل السماعة اللي فوق بالشكل ده وتاخد اللون ده خلينا نعمل بالشفت ام همسح الجزء ده من الجزء الابيض طبعا همسحته كله وهمسح الجزء ده من الجزء الابيض تمام وممكن ارسم هنا مسلا الشكل الكاميرا الامامية وارسم هنا السماعة وتزهر معي الكورنرز وادي شكل السماعة مسلا واجي هنا نفس الموضوع ممكن ارسم حاجة بسيطة كده ان هي الهوم بوتن مسلا طيب ده شكل التليفون خلينا نبتدي نرسم بقى علامة الاس ام اس هرسم مسلا مستطيل كده وهعمل له كيرف كده طيب خليني اضايق الكيرف بتاعه شوية وبعدين خليني ارسم شكل كده انا ليه عملت الجزء دوت علشان يعمل لي كيرف بالشكل ده طيب واجمعهم هما الاتنين بالشيب وياخد مسلا اللون اه في الحقيقة انا كنت عايزه ياخده اللون الفاتح فهو هكتب هنا اس ام اس وتاخد اللون بالشكل ده ونفس الموضوع ونفس الموضوع بالشكل ده لكن هخليها درجة افتح وادي الايكون بتاعت الاس ام اس طيب التسجيل في الاختبار التأهيلي يعني برضو ممكن نعمل شكل مسلا اللي هي الفورم اللي بنملاها في اي مكان فخليني ارسم مستطيل كده اه طويل سوريا انا رسمته بحرف تي هختار حرف الام وابتدي ارسم مسلا اه مستطيل مستطيل بالشكل دوت وخليني مسلا ادي له اللون الفاتح لا مش ادي له اللون الفاتح لانه انا ماشي تقريبا الموضوع كله بالاخضر الغامق فنفس الفكرة اللي عملتها فوق هروح للابجيكت وباث وافست باث والمرة دي ممكن ازود شوية اخليه سبعة في الحقيقة ممكن اخليه تسعة وهقول له اوكي وخليلي لونها ابيض تمام? وعايز اعمل اللي موجودة اللي بتكون موجودة فوق فهعمل مستطيل كده وهتدي له عادي جدا واللون بتاعه يكون اه باللون ده وعايز بس امسح اللي فوق فبكل بساطة ممكن اعمل نقطة جوه الباف وارجع امسحها تاني بالشكل ده طيب اه خليني اكبره شوية كده طيب كده شكله كويس اه ابتدي مسلا اه ارسم مستطيل يكون الاستروك بتاعه بسيط وصغير وخليني اكرر واحد اتنين تلاتة اربع خمسة وهاجي قدام كل واحد وممكن اعمل مسلا بالشكل ده كابي 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 كنترول دي يعني اقصد انه كنترول دي اه ممكن نطور عليه حاجة تانية حقيقة احنا ممكن نغير مش نزوتي احنا ممكن نعمل اه الجزء ده يكون مش يكون كده وياخد اللون الفاتح بتاع الاخضر بالشكل ده تمام وممكن الورقة نبتدي انه نعمل لها من هنا خليني ارسم فوقيها مستطيل علشان اعيز اعمل التكسيرة بتاعتها وهعمل له تمام هتدي له لون مختلف علشان اشوف اللي بيحصل معايا وهي هوقف الزاوية بتاعته هنا عند طرف منه وخليني اكبر فيه بس شوية وارجع بالزاوية لحد لما الزاوية توقف عند بعض واحددهم هما الاتنين بحرف الاي علشان احدد اه حاجة معينة اه بعدين شفت ام علشان اجيب الشيب بلدر تول واقص دي وهخلي دي لوحدة تمام؟ طيب اه المفروض انه دي يعني الورقة متنية فالتانية بتاعتها تكون على فوق تمام؟ فانا هاخد من دي كوبي كنترول سي كنترول اف واعمل لها بالشكل ده والجزء اللي تحت المفروض ان هو يكون بقية الهولدر بتاع الورقة فهخليه اخضر وهخلي الجزء دوت مسلا ابيض لكن خفيص شوية بالشكل ده تمام؟ وهعمل لهم كلهم مع بعض وهقول له جي وبكده يكون مسلا خلص عندي الابليكيشن طيب اه او الدفع الرسوم اه خليني بكل بساطة ارسم مسلا اه اي تي ام كارد فهرسم مستطيل بالشكل ده وممكن ادي له اه كيرفز وياخد لون فاتح وهاجي مسلا ارسم اه اه الشريحة بتاعته بالشكل ده هنا تكون لونها قريب من لون الشرايح اللي بنشوفها في ال اي تي ام كورد وابتدي ارسم الاجزاء بتاعت البيانات بتاعت الكورد فهعمل كده وهاخد منها كابي وكده وهياخد كابي لكن المرة دي انا عايز دي تكون صغيرة جدا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة تمام؟ وممكن مسلا تحت ناخد الجزء ده نعمله كابي ونكبره كده وواحد اتنين تلاتة اربعة كفاية اربعة هجمعهم كلهم وهعمل لهم راوند ودول كمان هجمعهم كلهم بالشكل ده واعمل لهم راوند والجزء ده خليني اخلي لونه غامق شوية ويكون عريض كده وياخد اللون الغامن تمام؟ طيب كمترول جي او كوماند جي بكده خلص معي مسلا بشكل سريع ممكن تاخر بس دي حبة علشان يكون الموضوع في النص طيب التسجيل خلينا نقول التسجيل برضو هيكون نفس شكل اللي فوق فهاخد مسلا منها كابي وخليني مسلا اعمل لها روتيت وبصراحة ممكن اعمل لدي كمان روتيت الناحية التانية تمام؟ آآ هشيل دي من هنا مش محتاجها علشان بس اعمل اختلاف بين الاتنين وكمان هخش هنا وامسح آآ كل دول بالشكل ده وهاجي هنا خليني اخلي دول كده هنا طيب همسح ده وده 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 وهاخد وبعدين بحرف ال W هعمل بس بشكل بسيط جدا طبعا لو حركنا ده هنلاقي اللي في النص ده بيتحرك معي اوكي وهاخد منها كابي وهانزل بها تحته ممكن في الاوبشن بتاع ازود مسلا الجزء اللي هنا بالشكل ده. وهبتدي مسلا اخد نفس المربع دوت واقول له كنترول سي وكنترول اف. وهبتدي اثار فيه كده خالص. لكن هطلعوا مسلا هنا فوق. ويكون هنا. وممكن اكتب مسلا علامة استفهام. او علامة تعجب او. يعني حاجة تدل على انه بس احنا محتاجين البيانات بتاعتك في المكان ده. فهبتدي اخليها هنا. بالشكل ده. تمام? ادي الايكونة اللي قبل الاخيرة هيجي عند اصدار التصريح وعلى الاغلب اصدار التصريح. اه زي ما تقول او اه اي دي. فخليني اخد من دي انا يعني ما بعملش حاجة جديدة انا كل الموضوع ان انا بحاول اعمل او اعمل اه اشوف اسهل ايكون ممكن استخدمها. تمام? فهخش عليهم جوه على الجروب هيدخلني جوه الجروب. اه هبتدي امسح دول. وممكن اخد من دول كابي. وابتدي اقررهم تحت كده. تمام? لكن عايز اه اغير في الاشكال بتاعتهم. تمام? فممكن اصور دي. واقبر دي. واخلي مسلا دي كده. ونسخة منها تانية كده. تكون كبيرة شوية. ونفس الموضوع ممكن اصور دي. واخد منها كابي تانية وكابي تالتة وكابي ربعة. وكده. وبعدين ممكن اجي هنا واخلي دي كده. واجي هنا واخلي دي كده. علشان بس الاشكال بتاعتهم دي تكون اه مختلفة. وهاجي اكبر المساحة دي. واخليها في النص. ممكن اخد كل دول. وبس اصغرهم بالشكل ده. واخلي ده ابيض. وهاجي دلوقتي ارسم مسلا في النص هنا دايرة. وابديها لون موف. واخد منها كابي واكبرها اكبر منها بحيث ان هي تديني شكل الجسم اللي تحت. بالشكل ده. واصغرهم هما الاتنين. وممكن اجيب نفس الشكل ده هنا. واعمله كده وادي له اللون الاصفر. بكده يكون مسلا خلص معايا الايكونز. خليني اخدهم كلهم كده واطلعهم برا علشان ابتدي اشوف ايه المصار اللي انا همشي عليه. اه ممكن ارسم ببساطة خط يبدأ من هنا وينتهي عند اخر البترن. تمام? ويكون ستروك. وهروح على الافكت وبعدين الديستورت وهخليه زجزاج. ويكون سموث. وابتدي مسلا ازود التعرجات بتاعته. تمام? ام. طيب عندي واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. فممكن ازود واحدة. تمام? بالشكل ده. اقول له اوكي دعني اضع اول ايكون هنا ثاني ايكون هنا ثاني ايكون هنا ثاني ايكون هنا ابتدي اعمل تدوير بسيط لهم كلهم علشان يكون كله تحس انه هو اخذ نفس الشكل وارسم دايرة ومسلا اديها لون فاتح ويكون جواها رقم واحد وهي هخلي بتاعه يكون انجليزي واللون بتاعه ويكون جوا الدايرة واعملهم هما الاثنين ويجي هنا رقم اثنين وهنا رقم ثلاثة وهنا رقم اربعة وهنا رقم خمسة وهنا رقم ستة فهنا يكون ستة وهنا خمسة وهنا اربعة وهنا التلاتة وهنا اتنين بالشكل ده طيب جميل جدا ممكن دلوقتي دوت خليني اديله مسلا في البداية الشكل ده وفي النهاية نفس الشكل اذا حولته الى لون اخضر كده شكله مناسب محتاج اني بقى دلوقتي اعمل ايه محتاج اني اوازن كل الكلام ده فخليني اجي عند التكست واخد رحلة الاشتراك في وخليني اكبر خليني اشوف لها مسلا فونت يكون هند تايب ممكن اخلي اللون هو اللي يتكلم في الموضوع فاذا خليت مسلا اللون بتاع البايكس كلمة بايكس خليني اكبرها بالشكل ده والكلمة هجيبها قدام واديها مسلا لون اخضر بالشكل ده على حد هنا اعتقد انه الموضوع ماشي كويس ممكن يكون في شوية تنتيفات او تنقيحات كده زي كده نبتدي ان احنا هنشتغل عليها لكن بشكل عام الانفو جرافيك سريع وبسيط اللي انا بحاول ان انا اشتغل عليه ان هو ازاي نرسم ازاي نقسم الصفحة ازاي نعمل قبل ما نشتغل عشان شكل الشغل يطلع كويس بقيت اللي في التصميم دي بتبقى راجعة للدزاينر هو والكرياتيفتي بتاعته هسيب في اللينك بتاع الفيديو بتاع رسم بتاع هو ما فيهوش شرح هو عبارة عن فيديو مصرع مدته تقريباً عشرين دقيقة لحد هنا يكون انتهى للتوتوريال شكراً لكم واستمعكم في التوتوريال الجديد شكراً لكم